تواجه دول الجوار التي تعتمد بشكل كبير على أسواق صرف العملات الأجنبية الرسمية في العراق للحصول على الدولار أزمة سيولة مع تأثر إيران وتركيا والسورية بحسب مسؤولين في بغداد لما يجري من إجراءات مالية جديدة في العراق حالة الإرباك التي تركتها تقلبات أسعار صرف الدولار لم تؤثر على السوق العراقية فحسب بل إن أصدأ تأثيره على المعادلة السياسية وما تواجهه الحكومة بات مثار قلق واسع بين القوى سيما الإطار التنسيقي المشكل لتلك الحكومة وفقا لبيانات موقع ميدليست آية البريطاني فإن الحكومة تواجه نقصا في الدنانير ما جعلها تكافح لدفع رواتب القطاع العام والوفاء بالتزاماتها الشهرية وفق الموقع البريطاني وعلى الرغم من حديث خبرها عن تأثير سرقة القرن وإجراءات الحكومة التي تعاونت بها مع الفيدرال الأميركي بضبط التهريب ومراقبة تحركات الدولار إلا أن مسؤولين رفضوا ذكر أسمائهم تحدثوا في التقرير البريطاني عن أن ما يعرف بسرقة القرن ليس لها علاقة بما يحدث في الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي فيما أكدوا أن الفيدرال الأميركي فرض ضوابط أكثر صرامة على البنوك ولفت التقرير إلى أن قادة الإطار حث السوداني ومحافظة البنك على الذهاب إلى واشنطن والسعي للتفاوض على هدنة مدتها الستة أشهر ومخاطبة الجانب الأميركي لتخفيف عمليات التدقيق التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي وإلى أن تكون إجراءات التحويلات المالية الخارجية أسرع وزيادة عدد منافذ البيع الرسمية بالدولار